اشتركوا في القناة مخرج صوت الحاء بلعومي ينتج من خلال اعاقة مجرى الهواء في البلعوم عن طريق قاعدة اللسان وهو صوت احتكاكي مهموس اي لا تهتز الاوتار الصوتية عند نطقه وتكون طريقة اخراجه كالتالي يقوم سقف الحلق اللين هنا باغلاق مجرى الانف وتقوم قاعدة اللسان باعاقة مجرى الهواء عند البلعوم لينتج صوت الحاء وتكون مراحل التدريب على انتاج صوت الحاء كالتالي في البداية يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء بشكل منفرد ومجرد بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء باضافة المقاطع البسيطة مثل حا حو حي حا حو حي بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء في بداية الكلمة ثم في وسطها ثم في نهايتها بعدها يتم تدريبه على نطق جمل فيها كلمات تحوي صوت الحاء وفي النهاية يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء في المحادثات العفوية اليومية المتكررة ولكن يجب الانتباه على عدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون التأكد من إتمام الطفل للمراحل السابقة بشكل صحيح ويكون مخرج صوت الحاء بشكل منفرد كالتالي نتابع الفيديو يقوم صقف الحلق اللين هنا بإغلاق مجرى الأنف وتقوم قاعدة اللسان بإعاقة مجرى الهواء عند البلعوم منتجة صوت الحاء حا حا بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء بإضافة مقاطع بسيطة مثل حا حو حي حا حو حي بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء بإضافة الحركات الثلاث وهي الفتحة حا حمامة حا حديد حا حمامة حا حديد الضمة حو حرية حو حسام حو حرية حو حسام الكسرة حي حمار حي حصان حي حمار حي حصان بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء في بداية الكلمة ووسطها ونهايتها ومن الأمثل عليه في بداية الكلمة حمد حمام حمد حمام وسط الكلمة مثل محمد مسبحة محمد مسبحة وفي نهاية الكلمة مثل مرح ملح مرح ملح بعدها يتم تدريب الطفل على انتاج صوت الحاء في كلمات في جمل مفيدة ومن الأمثل عليها اشترى محمد حمامة بيضاء اشترى محمد حمامة بيضاء ركب أحمد على الحصان ركب أحمد على الحصان يحب محمود أكل اللحم يحب محمود أكل اللحم بعد ذلك يتم التأكد من انتاج صوت الحاء عند الطفل بشكل صحيح في المحادثات العفوية اليومية المتكررة وإلى هنا نصل إلى نهاية الدرس شكرا لكم